ولأن سنة 2021 تمثل استمراراً للتعاون الثنائي بين المغرب والمملكة المتحدة يسعدني أن أستقبل اليوم في لقاء خاص السيد سايمون مورتين، السفير البريطاني في المغرب مرحباً بكم السيد السفير وشكراً على تلبية الدعوة ومنح مدعان تيفي شرف أول لقاء لكم على قناة مغربية مساء الخير السيدة خديجة، يسعدني تواجد معكم اليوم شكراً السيد السفير، لقد تم تنسيبكم سفيراً لجلالة الملكة أليزابيث لدى المملكة المغربية شهر فبراير الماضي وكنتم تشغلون قبل ذلك منصب سفير المملكة المتحدة في البحرين وتقلتتم سابقاً أيضاً مناسب ديبلوماسية رفائعة فلنبدأ حوارنا اليوم من الشق الديبلوماسي ما تقييمكم للعلاقات الديبلوماسية بين الرباط ولندن؟ حسناً شكراً لك بالفعل إنه الشق الجيد لبدء حوارنا اليوم تعود العلاقات الديبلوماسية لأول اتفاقية مبرمة بين المملكتين قبل ثمانية قرون من الآن وكذلك بالنسبة للعلاقات الاقتصادية التي تتميز بتاريخ ضارب في القدم لقد تم توقيع على أول اتفاقية تجارية قبل ثلاثمائة سنة وتحديداً سنة ألف وسبعمائة وواحد وعشرين حيث أعطت انطلاقة علاقات تجارية مزدهرة حقاً ترجمة نانسي قنقر